طيب دكتور فادي قول لي السمنة هنتكلم عال السمنة وبعدين نخش عال نحافة تمام السمنة هل لها بتبقى أعمال يعني جينات ورصية ولا كتر أكل ولا سوق تغزية ولا أكل ونوم ولا إيه لحد ما حد يفكر يتصل بنا يسألنا تمام وهشك لحد يسألنا نهارتا يعني يعني لو ما حاشتها إلا احنا نسأل بعد عريبة فادي هي السمنة باكيج يعني ممكن كل اللي حضرتك قلته ده يكون مسببات لزيادة الوزن عندك فيه عامل ورصية لما يبقى الأب زيادة في الوزن أو الأم زيادة في الوزن بيبقى الجيل الجديد طالع ميال أكتر أو معرض أن وزنه يبقى زيادة لأن أصل الخلايا الدهنية عنده بيبقى واغده من الأب أو من الأم ده احتمال أو ده مسبب السبب الثاني مش كتر الأكل أو قلة الأكل صنف الأكل نفسه يعني دي بلاحظها أو بشوفها مع ناس كتيرة بتبقى متخيلة إن اللي هيتخن هو كتر الأكل بس أو قلة الأكل بس أو يقولك أنا بااكل قليل ليه هندخين هي الفكرة أكبر ده الوزن الأكل ده أنا بشم الأكل بادخن هلو ودي غالبا بتبقى كل الناس متخيلة كده هلو فكرة بقى أنت بتاكل ايه وبتاكل كمية قد إيه هلو وبتاكل إمت في اليوم هلو وهل بتبقى مخلي بالك أنك بتعمل مجهود رياضي بدني بتحرق 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 chairs أو كلام انت ممكن يبقى كمية الاكل اللي بتاكلها او السعرات اللي دخلها قليلة لكن مجهودك مفيش بس انتا بتحرقش بس انتا بتحرقش فالاكل القليل ده هيبتدي يتخزن على هيئة الدهون وتبتدي الحكاية بقى